موسيقى مشاهدين في كل مكان أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وإليكم العنوين رئيس الجمهورية يعلن أن تغيير الحكومة ليس موضوع اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج ويؤكد ضرورة الاتفاق على السياسة الواجب تطبيقها والنظر في المؤهل أكثر لتنفيذها عشرات الشهداء الفلسطينيين في غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس تقنيات مالية حديثة في قمة أفريقية هي الأولى من نوعها للبنوك تمكن من التحفيز على النمو وتسهل التعامل بين الفاعلين الاقتصاديين أهلا بكم ما من جديد للاتفاق على السياغة النهائية لمشروع وثيقة قرطاج 2 ستجتمع لجنة الخبراء غدا على أن ينعقد نهاية الأسبوع الحالي اجتماع ثاني بين الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج بأشراف رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي للاتفاق نهائيا على المحتوى والمقترحات الواردة بها وفق تاكيدات من الناتق الرسمية باسم رئاسة الجمهورية في ختام اجتماع الأطرف الحزبية والمنظماتية الموقعة على وثيقة قرطاج تم الاتفاق على اجتماع لجنة الخبراء غدا من أجل وضع السياغة النهائية لمشروع الوثيقة على أن يُعقد اجتماع ثاني بين الأحزاب والمنظمات الموقعة على هذه الوثيقة نهاية الأسبوع بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي للاتفاق نهائيا على محتوها تم الاتفاق على عقد اجتماع غدوة باللجنة المتفرعة على اللجنة الأصلية يعني لتجمع اليوم لتعرف بلجنة الخبراء للاتفاق على السياغة النهائية لمشروع وثيقة قرطاج الثنين وتقرر إجراء اجتماع آخر الأسبوع يترأسه سيد رئيس الجمهورية وهو شبيه لاجتماع اليوم للاتفاق نهائيا على المحتوى والمقترحات رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي الذي كان افتتح اجتماع اليوم أكد على مسألتين اثنتين أولهما أن تغيير الحكومة ليس موضوع الاجتماع في حد ذاته باعتبار أن الاتفاق على السياسة الواجب تطبيقها يمر قبل النظر في المؤهلين للالتزام بها وثانيهما حرص على مبدأ التوافق الذي يقتضي تنازلات من بعض الأطراف يكلموني كذا ويجب أن نبدل الحكومة ما هو هذا الموضوع في الساعة يجب أن نتفقوا على شنية السياسة اللي بش نتبقها وبالطبع بعد نشوفه شكون هو الوسيلة شكون هو المؤهل أكثر بش يتماشى فيها وعنده الأهلية أكثر بش يتبقها احنا نحبه بعد أن نتفقوا على الخطفة هذه اللي الناس كل تشارك فيها بمقدار يعني منظمة الأولويات الحكومة اللي مش تنفذ هذا يعني المتباعة يعني مش تكون ملتزمة بالشيء اللي مش ينفيه لوها في الأولويات لما تنازلات إذا متاقع باش نقربوا لبعضنا الاتفاق على السياسة أو البرنامج الذي سينبثق عن وثيقة قرطاج هو ما أكده أيضا رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي مبديا رأيه في مسألة التحوير الحكومي وبعض المواضيع المثارة في اجتماع اليوم نحن مع إنقاذ البلاد من الأزمة مع أن يشتعلق بالأشخاص ولا بدأ أشخاص وإنما نحن نؤكد على همية البرنامج وأن البرنامج هو الذي سيحكم يعني هل من سيقوم عليه من تفعيل العلاقة بين القطاع الخاص والعام يعني هذا موضوع هناك قانون ولكن يحتاج إلى تفعيل فتكوين لجنة من أجل تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام اللي في خير التونس ربي سهل فيها الاتفاق نهاية الأسبوع بصفة نهائية على محتوى وثيقة قرطاج يجعل من المقترحات الوردة فيها ملزمة للحكومة أي أن كانت تركيبتها وفق المبادئ التي بنت عليها هذه الوثيقة التي ستتضمن قواسم مشتركة بين كل المواقعين عليها وفق تأكيدات رئيس الجمهورية جدت بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد اليوم وجهات بين عدد من الأهالي وقوات الأمن تم خلالها استعمال الغاز المسيل للدموع ما تسببا في حالات اختناق في صفوف عدد من المواطنين عقب القرار القاضي باستعمال القوات العامة لتأمين ربط بئر السويبية من معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد ربطها بالتيار الكهربائي جدت اليوم واجهة بين عدد من الأهالي وقوات الأمن قوات من الأمن قد توجهت منذ الصباح لمنطقة السويبية بالمدخل الجنوبي للمعتمدية غير أن محتجين عربوا عرفهم للتدخل الأمني وقاموا بإغلاق الطريق الوطني عدد ثلاثة وإشعال العجلات المططية وعمدوا إلى رشق الأعوان بالحجارة مضطر قوات الأمن لاستعمال الغاز المسيل للدموع وإيقاف عدد من المحتجين ولسيدي بوزيد أدني الضيف الله دعا المجتمع المدني ومماثلية الجمعيات والمنظمات إلى تدخل لفضي إشكال بئر السويبية بعد تعطيل عملية الربط من قبل عدد من أهالي المنطقة بسبب طلبات نعتبرها مشهطة وعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بيين أنه في إطار تعزيز وتدعيم الموارد المائية بولاية سيدي بوزيد أنجازت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منذ أواخر سنة 14 و2000 بئر عميقة جلمة تسعى بمنطقة السويبية من معتمدي جلمة إلا أنه لم يتسنى ربطها بسبب اعتراض مواطن الجهة رغم عديد المحاولات لإيجاد حل الاستكمال للأشغال وأجاه في البيان أن ربط هذه البئر ضروري لتأمين تزويد متساكن معتمديات سيدي بوزيد الغربية، سيدي بوزيد الشرقية، جلمة، أولاد حفوز والمناطق المحاضية لها بالماء الصالح للشرب وتفادي إشكالية توزيع المياه المسجلة خلال السنوات الفارطة ودعت الوزارة مواطن الجهة إلى معضدة مجهودات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لاستكمال ربط البئر المذكورة وتكتسي البئر أهمية استراتيجية بليغة حيث تبلغ قوة تدفقها 60 لترا في الثانية ومن المنتظر أن ينتفع بها أكثر من 60 ألف ساكن من خمس مواتمديات وننتقل الآن إلى آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث استشهد اليوم عشرات الفلسطينيين ووصيب آلاف أخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة تزامناً مع تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي نقل السفرة الأمريكية إلى القدس المحتلة المشهدين متنقضان بين القدس المحتلة حيث مراسم نقل السفرة الأمريكية وقطاع غزة حيث مشاهد الشهداء والمصابين الذين سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مع الفلسطينيين في مخيمات العودة على الحدود الشرقية للقطاع الحصيلة إلى حد الآن بلغت أكثر من خمسين شهيداً من بينهم ستة أطفال وألفان وأربعمائة جريح من بينهم صحفيون وفق وزارة الصحة الفلسطينية وهو أعلى عدد من الشهداء الفلسطينيين يسقطوا في يوم واحد منذ أن بدأت سلسلة احتجاجات مسيرة العودة الكبرى في الثلاثين من مارس الماضي ومنذ حرب غزة سنة أربع عشرة وألفين ومع بداية الاحتجاجات ألقت طائرات إسرائيلية قنابل حارقة على خيام العودة في عدد من نقاط التماس المتاخمة للسياج الحدودي شرق غزة احتجاجات في القطاع رفقتها مسيرات في الظفة الغربية أحياء لذكرى النكبة ذكرى ترحيل مئات ألف الفلسطينيين من ديارهم وتشريدهم سنة 48 وتسعمائة وألف هذه الذكرى التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون تاريخ تنفيذ قراره القاضي بنقل صفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة في قرار أحادي الجانب هو بلا بردود فعل عربية ودولية غاضبة ورفضة وفي خضم هذه التطورات دانت دول عربية وغربية سقوط عشرات القتل ومئات الجرحة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة واستنكرت أخرى نقل صفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة إدانة وسعة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين واستنكار لنقل الصفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة كانت ملخصة عديد ردود الفعل العربية والدولية إزاء تطورات التي شهدتها اليوم الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تزامنت مع الذكر السابع للنكبة فقد نقل متحدث عن آمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس دعوته المحتلة الإسرائيلي إلى الحد من استعمال الزخيرة الحية في الحدود قرب غزة وفيما أعرب وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف عن موقف روسيا السلبي تجاه نقل الصفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وتخوف الكريملين من أن يؤجج هذا القرار توترات في الشرق الأوسط دعت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جون إيف لودريان المحتلة الإسرائيلي إلى ضبط النفس بعد استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم برصاص جيش الاحتلال ووصف لودريان قرار الولايات المتحدة بنقل صفارتها إلى القدس المحتلة بأنه استهزاء بالقانون الدولي وفي تركيا قال الرئيس رجب طيب أردوغان أن الولايات المتحدة خسرت دورها كوسيد في منطقة شرق الأوسط بنقل صفارتها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد برات الحسين طالب المحتل الإسرائيلي بضرورة وقف إطلاق الذخيرة الحية التي أودت بحياة العشرات وأصابت المئات في غزة وأحفى المجتمع الدولي على تقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة عربيا طلبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتنفيذ قراراته خاصة في توفير الحماية لمقدسة الإسلامية والمسيحية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته وتعقد الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الأربع القادم اجتماعا لبحث سبول مواجهة قرار نقل سفارة الولايات المتحدة إلى قدس وبينما دعت فلسطين والكويت والسعودية لعقد اجتماعا لمجلس الأمن غدا بشأن الأوضاع في فلسطين والتصعيد الإسرائيلية أعربت مصر وعدد من الدول العربية عن إدادتها الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المدنيين الفلسطينيين ونددت أخرى بهذا الأتداء وبنقل السفر الأمريكية إلى القدس وللمزيد يحضر معنا أستاذ في القانون الدولي عبد المجيد عبداللي أهلا بك أستاذ بداية ووفق قراءتكم ما هي التدعيات المحتملة على الأرض بعد تنفيذ القرار القاضي بنقل السفر الأمريكية إلى القدس المحتلة التدعيات بدأت تظهر منذ اليوم هناك شهداء هناك قتلى الوضع في فلسطين في القدس المحتلة لا يحتمل لأن هذا العمل هو عمل غير شرعي ما قام به الرئيس الأمريك بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس لماذا؟ لأنه تم نقل هذه السفارة إلى أرض محتلة قرارات مجلس الأمن كلها تمنع نقل السفارات الولايات المتحدة الأمريكية عضوا دائم في مجلس الأمن مثاق منظمة الأمم المتحدة واضح المادة 25 تلزم الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن أين هو مجلس الأمن في الوقت الحاضر كما أريد أن أضيف نقطة هنا البعثات الدبلوماسية لها حماية بموجب اتفاقية فيينا للبعثات الدبلوماسية 1961 السفارة الأمريكية ليست لها هذه الحماية لماذا؟ لأنها أقيمت في أرض محتلة وبالتالي فهي هدف مشروع للمقاومة الفلسطينية لا يمكن للأمريكين أن يتحججوا أن سفارتهم محمية بموجب اتفاقية فيينا 1961 فقط هذه السفارة لا تحمى في أرض محتلة لماذا؟ لأن الاحتلال هو غير شرعي والعمل الذي أتاه الرئيس الأمريكي هو غير شرعي خارق لأبسط قواعد القانون الدولي وبالأساس حق الشعوب في تقرير مصيرها أين هي قرارات مجلس الأمن؟ والولايات المتحدة الأمريكية تفرض على الدول أن تحترم قرارات مجلس الأمن وبما أننا نتحدث عن الجانب الدبلوماسي ترون أستاذ أنا الجانب الدبلوماسي متباين ومتغير وردود فعل تراوحت بين الإدانة والاستنكار وهناك دول تجاوزت الإدانة بدعوة السفير الإسرائيلي كجنوب إفريقيا وتركيا التي قالت أن الولايات المتحدة خسرت دورها كوسيد في منطقة الشرق الأوسط ما هي قراءتكم لردود الفعل؟ ردود الفعل هي متباينة تقريبا حسب علاقة كل دولة بالولايات المتحدة الأمريكية لكن هذا التباين في الحقيقة فيه فائدة للفلسطينيين فيه فائدة للفلسطينيين لماذا؟ لأن جنوب إفريقيا هي دولة لها وزنها في القارة الإفريقية تركيا لها وزنها في القارة الإفريقية وبالتالي هناك في الواقع الدول أصبحت للأسف تخشى وتخاف الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تعلن صراحة أنها ستعاقب الدول وفعلت ذلك لما صوتت الجمعية العامة على قرار يدين نقل هذه السفارة إلى القدس المحتلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال أن سفارة أمريكا تعد بؤرة استيطانية في القدس كلامه صحيح ولهذا قلت قبل قليل أن السفارة لم تعد محمية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961 لأنها في أرض محتلة نظامها القانوني الاحتلال عليه المحافظة على ما وقع احتلاله وعدم تغييره بالنسبة للتدعيات الدبلوماسية كيف ترون مستقبل عملية السلام مستقبلا؟ في الحقيقة يخطأ من يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور الوسيط هناك تعريف واضح لمفهوم الوساطة في القدور الدولي الوسيط يجب أن يكون محايدا منذ قرار تقسيم فلسطين 1947 إلى اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تساند إسرائيل وبالتالي فيخطأ العرب وهم مخطئونه لما يعتبرون أن الولايات المتحدة هي وسيط ويطلبون منها أن تقوم بدورها وللأسف القضية الفلسطينية منذ مؤتمر مدريد 1991 سحبت من منظمة الأمم المتحدة وأصبحت تقريبا من أنظار الولايات المتحدة الأمريكية وهذا فيه خرق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هناك من قال أن قرار الولايات المتحدة استهزاء بالقانون الدولي دائما الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا فرنسا هي التي قالت فرنسا تقول وبريطانيا تقول وكل هذه الدول تقول لكن ما هو العمل؟ عمليا نعم عمليا ماذا نرى؟ سنرى إيدانا وتنتهي وتصبح السفارة هناك مقر وإلى غير ذلك لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم قواعد القانون الدولي لما تتعلق بإسرائيل منذ خلق هذا الكيام بصورة غير شرعية لم يصدر قرار واحد من مجلس الأمن لا يدين ولا يعاقب إسرائيل بينما أنظروا للقرارات الأخرى التي تتعدى الفين وخمسمائة كم فرضت من عقوبة على الدول دمر العراق بقرارات لمجلس الأمن وإسرائيل تحتل أرض تحتل الاحتلال هو غير شرعي أبجديات القانون الدولي تقول أن الشعب الذي هو تحت الاحتلال من حقه أن يقاوم بكل الوسائل المتاحة له نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ في القانون الدولي عبد المجيد عبداللي على كل هذه المعطيئة إن عقدت اليوم في تونس القمة الإفريقية حول التقنيات المالية الحديثة بلوكتشاين التي نظمها كل من البنك المركزي التونسي وباري أوروبلاس بالتعاون مع مجموعة تلان القمة كانت فرصة لتدارس الشركاء الماليين من بنوك مركزية وفاعلين في الأسواق المالية للفرص والتحديات لاستعمال هذه التكنولوجيا هي القمة الإفريقية الأولى للبلوكتشاين أو تكنولوجيا سلسلة الكتل في الاقتصاد المشفر قد يبدو المعنى صعب الفهم لكنه يرمز إلى قاعدة بيانات الرقمية تدخل عالم المال والأعمال المستقبل وسط توسع نطاق استخداماتها البلوكتشاين هي مجموعة تكنولوجية تلغي دور الوسطى في عالم المال والأعمال والتي تجعل من الدفع والتمويل بين مختلف البلدان والأشخاص والمؤسسات الاقتصادية أكثر سهولة وبصفة آنية إذن باستعمال هذه التقنيات جميع الخدمات المصرفية ستتغير في السنوات القادمة وكل المعاملات ستكون حينية ودون تكلفة ويعتبر تنظيم البنك المركزي للقمة الإفريقية للبلوكتشاين إشارة على استعداد هذه المؤسسة للانخلاط ضمن هذا التمشي الأولوجية هذه أنا مستعملة حتى معناها الوقت الحاضر معناها حتى في تونس عندنا معناها شباب قاعدين يطوروا فيها بقى يلزمها تكون أكثر معناها دمقراتتها معناها نخلقوا ثيقاً بين المتعاملين واثنين معناها نكون عندنا إمكانية باش نتابعوه معناها لترانسبرانس إلى تراسابيليتي هذا هو بيل الفايد معناها نجبه نتابعوه والكونتراه نسكولتراه ربما زادة بالستارتوب أكت في الفترة قاد بيزمنا نخدم معلية بشي الشبابات يكون عندهم زادة التمويل المناسب وأكد الشركاء في هذا المؤتمر من صندوق استثمار وبنوك وفاعلين في الأسواق المالية أكدوا أن هذه تكنولوجيا تلعب دوراً محفزاً للنمو والاندماج الاقتصادي في البلدان الإفريقية وتوفر عديد الفرص للمتعاملين الاقتصاديين تكنولوجيا جديدة لكي تسهل الترانسفير تترانيات 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 هذا يعني أن الاقتصاد بأجماله سيتحول إلى اقتصاد جديد هناك تقديرات متعددة أكثر من 300 مليار إلى آخره هذه الأرقام بعد ذاتها تعطينا فقط ما هي الفرص المتوفرة بالنسبة لصندوق النقد العربي هناك مبادرتين هامات لهذه التقنيات ودرالولا هي مبادرة الشمول المالي في الوطن العربي تساعد على وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل أيضا سهولة استخدام التقنيات المالية الحديثة بالتقنيات التي نتحدث عليها اليوم أو استخدام الموبايل للوصول إلى التمويل القمة الإفريقية للبلوكشين مهدت لصيغة كذب أبيض يقترح رؤية مشتركة لاستغلال البنوك المركزية لهذه التكنولوجيا من أجل إرساء إيطار تشريعي ملائم للأسواق المالية مثلت برامج ومجالات التعاون بين تونس وصندوق النقد العربي محور لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمدير عام صندوق عبد الرحمن الحميدي الحميدي بيان أن اللقاء كان مناسبة أيضا للحديث عن دور الصندوق والعلاقات التي تجمعه منذ إنشائه بتونس لتمويل جملة من احتياجاتها وأضف أنه ومن خلال معهد السياسات الاقتصادية قدم صندوق جملة من الإضافات لتونس من حيث بناء القدرات والمعونة الفنية في المجالات الاقتصادية والمالية نحن لدينا أيضا في صندوق الناضي العربي مبادرة تعني بالشمول المالي التي من أهم هدافها سهولة الوصول للتمويل الخاصة لرواد الأعمال المشاة صغيرة ومتوسطة تم تداول أيضا هذا الأمر مع سعادة رئيس الحكومة ويتطلع الصندوق إلى العمل من خلال هذه المبادرة للاستفادة أيضا من التجربة التونسية وإلى تقديم المعونة الفنية أيضا يقوم البرنامج تمويل التجارة العربية الذي يملكه صندوق الناضي العربي بتمويل التجارة البينية فيما بين بلدنا العزيز تونس وما بين الدول العربية الأخرى الصادرات والواردات تم اليوم انتلاق واستغلال القسم الاستشفائي النهاري بقسم طب الأطفال لأمراض الدم والمناعة وزرع الخلايا الجذعية بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي بباب سعدون الذي سيمكن من إجراء عملية زرع النخاع العظمي الذاتي وعلاج أمراض سرطن الدم وضعف المناعة وأمراض فقر الدم الوراثية على قرابة الألف متر مربع تم توسعة القسم الاستشفائي النهاري بقسم طب الأطفال لأمراض الدم والمناعة وزرع الخلايا الجذعية بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي بباب سعدون بطاقة استيعاب بلغت ثلاثين سريرا وفرت له كل تجهيزات ضرورية وإطار طبي كفأ في انتظار مزيد دعمه بالإطار الشبه الطبي قسم استشفاء نهاري مختص في استقبال المرضى قبل عملية زرع النخاع ثم بعد عملية زرع النخاع ثم زادة مختص في علاج الأمراض السرطن الدم مكنتنا الجمعية هذه باش في قسم الهنا باش نعالجوا أمراض ضعف المناعة الخلقي ثم أمراض فقر الدم الوراثي اللي هي أمراض زادة مستعصية وصعيبة وعلاجها صعيب حاليا نعالجوا الأمراض هذه الكل في هذا القسم قسم طب الأطفال لأمراض الدم والمناعة وزرع الخلايا الجذعية بعد تهيئته وتجهيزه بمبادرة من جمعية مرام للتضامن وبالتعاون مع وزارة الصحة يمنح فرصة جديدة للعلاج والحياة للأطفال المرضى بالسرطان الدولة وقت اللي تلقى ناس تخدم تمد يدها زادة 360 ألف دينار من ميزانية وزارة الصحة واليوم قاعدين نشوفوا في إنجاز يفرحنا كثيرا يشرف التونسيين يليق بأطفالنا الحملة هذه انطلقت حلمة وكانت حلمة صعيبة في البداية ما عطا بين مشاكين بين زعمة بين لا بين أحنا التونسيين مستحيل نتفقوا على حاجة مستحيل نتلموا على حاجة إبا التونسيين مجدداً يفشوا العالم الكل أنه متلموا على سبيتار باش يعملوا عمل إنساني نحب نحيي أي إنسان تبرع بدينار صديقي اليوم حلمك ولا حقيقة؟ الحمد لله اليد في اليدنا جمعاً قدموا لتونس من أحسن الأقسام في البلاد هذية واللي السيرفيس هذية معانتا يتعالجوا فيه صغار من أول نقطة إلى آخر نقطة في تونس ويجيونا حتى عبيد من برة وسيتم غداً إجراء ثاني عملية لزرع النخاع العظمي الذاتي بعد نجاح أول عملية لطفل مصاب بورم صراطني في إطار الاستعداد لشهر رمضان المعظم تم بولاية المهدية وتحديداً بمعتمدية أولاد الشامخ افتتاح أولي مسلخ متحصل على المصدقة الصحية بكامل تراب الجمهورية هذا المسلخ كان أول محطة الزيارة التفقدية التي قام بها وزيراء البيئة والتجارة إلى الولاية هو أول مسلخ عصري بالجمهورية التونسية بمواصفات عالية سيتحصل على المصادقة الصحية والذي تم افتتاحه بمعدم ديد أولاد الشامخ من ولاية المهدية مسلخ هذا أول مسلخ إن شاء الله في تونس في الجمهورية التونسية ستحصل على المصادقة البيتارية تكلف 16 مليون دينار تم بشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات مالية حكومية وخاصة الدخول توري الإنتاج إن شاء الله بداية رمضان يعني مسألة أيام إن شاء الله ومش يزود إن شاء الله تقريباً نصف السوق التونسية باللحوم الحمراء هذا المسلخ النموذجي الأول من نوعه في تونس كان إحدى محطات زيارة وزير التجارة عمر البيئة ووزير البيئة رياض الموخر إلى ولاية المهدية تم الاستقلال اليوم التونسية معناش مصلخ عنده مواصفات صحية هذا أول مصلخ إن شاء الله يتحصل على المواصفات الصحية مش يعطي لحوم حتى لكاليتين نوعية والمواصفات والبكتيرولوجيا لتاع الحم تكون مضمونة وهذا يجب أن نطوره هذي أول مشروع ثم مشروع زيارة في توزر متاع مصلخ عصري ثم مشروعه في تبرقة مش يحل عن قريب هذه منظومة كاملة جديدة تدخل فيها البلديات وهذه أهمية لمركزية الاستعدادات لشهر رمضان وكفية تزود الأسواق بالمنتوجات مع مراقبة الأسعار من بين النقاط التي تعمل عليها وزارة التجارة هذه الأيام نحب أن أكد عليها تزويد متاع السوق قاعد يتم بطريقة عادية جدا تزويد مهم يعني كميات الخضر ومتاع الغلال قادة تدخل الأسواق كميات مهمة بأسعار يعني معقولة جدا ثم على مستوى البيض ثم شوي ارتفاع على مستوى الأسعار ولذلك إحنا اليوم قمنا بحملة على مستوى المخازن وعنا مخزون تعديلي بـ 42 مليون بيضة بش يتم يعني التصرف فيه بش نجب أن نطور الأسعار وكين الأسعار بش تقعد تنضي شوية من هنا يكون نلتجء ويعني وارد إلى تسعير البيض يعني والأسعار بالبيض في الأيام القادمة وتزامنا مع شهر رمضان تم افتتاحه وحدة لتعليب الزيت النباتي بمنطقة البلاد عام المعتمدية قصر السيف ننجو نحن طوى مبدئين ننجو في الزيت المدعم زيت النباتي المدعم اللي هو معناها فيه نقص كبير جدا في الفيولة المهدي طوى نسبة الإنتاج ننجو في 6 طون برجو ودخلنا على سيد رمضان وهو طلب أكثر من العرض تزويد السوق بالمواد الضرورية ومراقبة البضاء ومسالك الإنتاج عمل تستعد له كل الهيكل المركزية والجهوية من أجل تأمين انطلاق طيبة لشهر رمضان فيما تعلق آمن المواطن على انفراج قريب في الأسعار نظمت وزارة وتربية بمدينة الحمامات ملتقى أول حول الأعلام والتعامل مع الشأن التربوي وكان اللقاء فرصة لتغيير صورة نمطية للعلاقة بين الأعلام والشأن التربوي تغيير الصورة النمطية للعلاقة بين الإعلام وشأن التربوي وتذليل صعوبات وهينات هذا الواقع كان مدار اهتمام الملتقى الأول حول الإعلام والتعامل مع الشأن التربوي الذي انعقدت أشغاله بيسمين الحمامات عبر ورشة عمل بين الإعلاميين ومختلف الكوادر الإدارية بوزارة التربية الأعلام بالنسبة ليوزارة التربية هي ألية توصيل المعلومة وتوضيح المعلومة لدى العموم وقت نقول العموم منها في الأغلب يكونوا الأولياء والتلميذ وكذلك حتى الإطار التربوي ليعمل داخل المؤسس ولهذا التعامل مباشرة بين الأعلام وهيكل منها كوزارة التربية هي منها تكون ترجع بالفائدة على الأعلام سيفة عامة وترجع كذلك بالفائدة على وزارة تربية اللقاء كان فرصة للصحفيين والإعلاميين لتشريح هذا الواقع والوقوف على معوقات عملية الاتصالية مع وزارة التربية وتبيان أسبابها واقتراح حلول لها وليكون الملتقى فرصة لبناء استراتيجية تواصلية بين الطرفين شأن التربوي راهو شأنها معناها هام ومن الشؤون الهامة في تونس اليوم الحديث عليها أمر ضروري نتمنى أنه كانت معناها الجلسة الأولى في العاصمة وتكون معناها متفرعة على بقية الجهات هكذا تكون معناها فاعليتها أكثر لكن الأهم من هذا الكل تغيير استراتيجية الاتصال في الوقت العادي كما في وقت الأزمات وزارة الإشراف أقلت بما صرح به الإعلاميون بخصوص ضعف العملية التواصلية مع الشأن التربوي وأكتت بأن هذا اللقاء يخدم مصلحة الطرفين لتأسيس علاقة اتصالية تواصلية إيجابية أحنا الهدف متعنا هو أنه في المستقبل تكون فما تواصل بطريقة أنه كل شيء شفاف كل شيء ما فيهش معنا الوزارة ما عندها ما تخبي بل بالعكس هي حاشتها بالإعلام بش تبين شنية مشاريحها شنو الأهداف اللي مسطرتهم للمستقبل وهذا كعليش أحنا فيها السابقة هذه حابنا نأكد كثير على وجوب الاتصال والتواصل الإيجابي بين المشهد الإعلامي التونسي وبين وزارة التربية وسيعمل الملتقى على الخروج بتوصيات تكون حصيلة ما تمخذت عنه أعمال الورشات بين الإعلاميين وممثلي إدارات وزارة التربية لتأسيس استراتيجيا واضحة وشفافة بين الطرفين قم للمعلمي وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا مقولة آمن بها خير الدين الصدقاوي منذ طفولته هذا الطبيب الذي زول مرحلته الابتدائية بمدرسة الحبيب ثامر بيط بربا عاد إليها بعد خمسين سنة ليترجم هذه المقولة إلى فعل ويفاجئ معلميه بالبحث عنهم ومن ثمة تكريمهما قاعد في الكره بمتاعي طلع لي وحد تخلي سعب العزي قال لي هالك كلمة رجمني به سيدي عبد العزيز قلت في سيدك عبد العزيز شكونك أنت؟ قلت حاولت تفكرني قلت إن شاء الله يكون من تبربا قال لي من تبربا قال لي تذكر خير الدين الصدقاوي من هنا انطلقت رحلة طبيب خير الدين الصدقاوي في البحث عمن تركوا بصماتهم في وجدانه عمن علموه كتابة الحرف وفتحوا له أبواب المعرفة والعلم هذه الرحلة التي قادت خير الدين إلى بعض مناطق الجمهورية بحثا عن معلميها يبدو أن هذا الطبيب قد استبق فيها زمن ليفكر منذ أن كان تلميذا بمدرسة الحبيب سامر بيت بوربا في تكريم من سقوه المعرفة ومهدوا له طريق النجاح وهم معلموها من صورة متعلقة بالمعالمين المتاعي وعندي حتى طالب منهم كنت صغير كنت نطب منهم تصوير هذه صورة التي تبرز أناقة المربين في تلك الفترة ووقارهم نسخها خير الدين على هدايا رمزية لوشح بها صدور معلميه اعترافا لهم بجميلهم عليها وبوحا لهم بحب تعاذم منذ الصغر مع مر الأيام ويعطيه الصحة اللي يفكر فينا تسمى التكريم هذا ويسام يعلق على صدور معندي أحسن لحظة أحسن تكريم وحسن لحظة لريتا فريحيتي بالله العظيم بعد خمسين سنة التقى معلمون بزملاء تقاسموا معهم حملة تربية الأجيال بمدرسة الحبيب سامر بيت بوربا بعد خمسين سنة التقى معلمون بتلاميذ شقوا طريقهم لحوى نجاح بفضلهم خمسون سنة حبلة بذكريات قرص منها بكل كفاءة وبكل احترام وبكل اجتهاد وبكل بذل مجهود كبير ياسر من أجل الناشئة نصحوا في السيزان في نهاج روسي ومعنا حسن ملود الله يرحمه حسن ملود يقف الباب تكرم خير الدين لمعلميه هو إشارة إلى أن المعلم هو شبيه هذه الشجرة فهو الجزع الثابت أما الفروع فتلك الأجيال من الكفاءات التي يساهم في تربيتها وتنوير عقولها بالعلم والمعرفة أفادت وحدة التواصل والأعلام بالمحكمة الإدارية في بلاغ لها أن كتابة المحكمة الإدارية تلقت بتاريخ اليوم الرابع عشر من مايي أربعة وثلاثين طعنا في طار نزاع المتعلق بنتائج الانتخابات البلدية موزعة كما يلي اثنان وعشرون طعنا مقدما من قائمات حزبية ستة طعون مقدمة من قائمات مستقلة ستة طعون مقدمة من الغيرة وأضافت أن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة تعهدت بالطعون المذكورة تبقى أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وجاء في البلاغ أيضا أن طور التحقيق والمرافعة والنطق بالأحكام والإعلام بها في خصوص الطعون المنشورة لدى الدوائر المذكورة سيستمر لفترة أحد عشر يوما على أقصى تقدير على أن ينطلق إثر ذلك طور التقاضي الثاني أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية تبقى لمقتضيات القانون الانتخابية تقدر الأحزاب في الإتلاف كما المعارضة أن القائمات الحزبية تبقى هي الفائزة في الانتخابات البلدية رغم أنها تحل في المرتبة الثانية بعد القائمات المستقلة معتبرة أنه لا يمكن التسليم بالاستقلالية الفعلية لهذه القائمات خاصة بعد أقرار بعض الأحزاب بانتسابها إليها الانتخابات البلدية تعيد حلط الأوراق وترتيب المشهد السياسي بالكشف عن نتائج حملت عديد المفاجآت نسبة عزوف فاقت الستين بالمئة وتراجع أحزاب مقابلة تقدم أخرى ومستقلون في الصدارة ولئن بررت أحزاب الإتلاف عزوف الناخبين فإنها في المقابل لا تعتبر القائمات المستقلة متقدمة أرغم تصدرها الترتيب نرى للأحزاب اللاجات في الصدارة لأن القائمات المستقلة ليست وحدة معناها متكاملة حتى نضحها في مقابل الأحزاب واضح أنه ثم زوز أحزاب كبيرة ثم أحزاب أخرى حق تختراقات ثم عزوف لسببين ضخل أعلامي الأسود والسياسي ضد الأوضاع في البلاد وتصوير الأوضاع السوداء تماما لا يوجد حتى نقطة الضوء والسبب الثاني هو أداء الأحزاب يقولوا عزوف قاع عزوف كبير اليوم في التصويت بارابور للدول المتقدمة لو أفهمش عزوف نرى الانتخابات البلدية في أمريكا 25% نسبة المشاركة ولا في فرنسا 35% هذه هي النسبة للانتخابات البلدية قائمة المستقلة والحاجة ما هيش كيان طيب كم يقولوا الأحزاب القائمة المستقلة كيف حصلت البرسونتاج وش 30% إذن فما وش 60% قائمة حزبية الأحزاب المعارضة قدمت بدورها تفسيرها لنسبة العزوف الهام للناخبين ولتقدم القائمات المستقلة في النتائج الأولية السبب الأول أن هذه انتخابات محلية وعادي أن شخصيات محلية تتقدم وتكون مما يشي في الأحزاب لأن الأحزاب على تن مشغل امتاحها وطنية ثانيا أنه تم موقف من الأحزاب بشكل عام وحالة خيبة أمل معناها من المسار السياسي كله من 2011 التو وثالثا أنه نعتقد أنه شي طبيعي وإحنا ندينا مثلا في حركة مشروع تونس ندينا للتصويت للقائمات المستقلة الجادة حيثما وجدت أنا أعتقد أنه المشهد السياسي ما زال بشعر تغييرات أخرى ولكن على أي حال المسقلين تم مسقلين ومسقلين من يجموش يكون واحدة سياسية من يجموش يكون حتى ذمن ترتيب عام ومع ما أثير من جدل حول مدى استقلالية القائمات المستقلة فعلا فإن بعض الأحزاب أقرت بأنها قائمات تابعة لها بينما نفت أخرى أي صلة بها لا نعنى قائمات مستقلة وكانت التوجهات واضحة أنه أي واحد من أبناء النهضة بشي يعمل قائمة مستقلة سيعرض نفسه لإجراءات وعملناها قبل في الانتخابات التشريعية في نديا تونس حالنا شكونا حتى من الهيكلة من تجموش يكون في قائمة نديا تونس ومن تجموش لأن هذه الضريبة خلصناها حزب كبير أنه 350 قائمة لكن بالرغم هذا يبقى عنا عديد من المنظلين اللي لم يتمكنوش أنه يكونوا في قوائم فما لم يمشوا وعملوا قوائم مستقلة واليوم بكلهم يهدفوا فينا ورسلوا فينا لأساس أنهم كرعادة هم أبناء الحزب وسيكونوا معنا في التوافقات في توزيع المسوريات في المجالس البلدية أنتما قوائم مستقلة في البركرة وأصحابها يعرفوها استخلاص الدروس من أخطاء الماضي هو ما خلصت إليه أغلب الأحزاب التي اعتبرت الانتخابات البلدية فرصة لمراجعة السياسات العامة وإعادة ترتيب بيتها الداخلي وتوجيه البوصلة نحو الاستحقاقات الحقيقية للمرحلة لكسب رهانات المحطات الانتخابية القادمة وعود مشاهدين إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمن ردود الفعل المنددة بما يحصل في فلسطين المحتلة وردنا الآن بيان وزارة الشؤون الخارجية جاء فيه أنه إثر التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحة من المدنيين الفلسطينيين العزل على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي تدين تونس بأشد العبارات ممارسات القتل الممنهج واستهداف المسيرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإذ تؤكد تونس في ظل هذه التطورات موقفها الثابتة والمبدئي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف فإنها تدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية للتدخل الفوري لوضع حد لما يتعرض له الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية اللازمة أو الدولية اللازمة له كما تشدد تونس على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات ذات السلة والتي تؤكد كلها على أن وضع القدس يتم بحثه في مفاوضات الحل النهائي وهي تعتبر أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لا يمكن إلا أن يدفع الأوضاع في المنطقة إلى مزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار وتعطيل أي أفق لتحقيق السلام العادل والشامل قدم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري البرنامج الجهوي للتنمية الذي يعد تكريسا لمبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات والذي خصصت نسبة 70% من الاعتمادات المرصودة له للجهات ذات الأولوية جهات شهدت تدخلات كبيرة عرضها الوزير أمام أعضاء لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب تدخلات هامة سمحت بإنجاز عدد هام من المشاريع في عدد من القطاعات سواء على مستوى المسالك والطرقات عنا أكثر من 4300 كيلو متر عنا أيضا 98 ألف ربط 98 ألف عائلة بالماء الصالح للشراب عنا 7500 منطقة تم التنوير العمومي عنا 74 ألف عائلة انتفعت بخدمات تحسين المسكن دائما في مجلس نواب الشعب حيث استمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكفحة الفساد إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحة الكبرى توفيق الراجحي الذي قدم الكتاب الأبيض المتضمن للتقرير التأليفي حول إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية وأكد الراجحي في نادوة صحفية عقب جلسة الاستماع أنه تم أعداد مخطط عمل بطريقة تشاركية مع الأحزاب والأطراف الاجتماعية فيه تحديد للإجراءات والأهداف من إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية كدولة تونسية كحكومة تونسية كأطراف الاجتماعية كحزاب سياسية كل شيء نسكن مع القطاع العام ولكن نحن نحب قطاع عام اللي هو يكون كومبيتيتيف يكون معناها عنده قدرة معناها على المنافسة ولكنه يكون كيف كيف قطاع عام فيه مؤسسات عمومية اللي هي عنده قدرة نفسية رابحة تعطي للدولة مش تاخذ من عند الدولة ولا ما تستحقش للدولة وفي نفس الوقت تكون هي قيادية في القطاعات المتاح نحب تكون معنا مؤسسات في قطاعات كما تنقل تكون هي قطاعات هي رائدة في المسلذية في كل القطاعات اللي هي موجودة في المستوى الإنتاج تكون المؤسسات العمومية تلعب الدور الريادي في المسلذة هذه هذه هي الاستراتيجية متعال الحكومة وهذا العمل اللي قاعدين نوشت فيه التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري رافعة للتنمية المستدامة هو شعار الندوة الوطنية التي انتظمت بالعاصمة للتأكيد على دور التكوين المهني في النهوض بالقطاع الفلاحي من خلال التكوين العصري والتكنولوجي ركز المشاركون في الندوة الوطنية التي نظمت بالعاصمة تحت شعار التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري رافعها للتنمية المستدامة على دور الفلاحة كعامل أساسي من العوامل القادرة على النهوذ بالاقتصاد الوطني وتوفير مواطن الشغل وهو ما يتطلب مواكبة التكنولوجيات الحديثة وتكوين مختصين في المجال الفلاحي نتظر سنوطينا بشكون حول خبرة رضوية البكالة لتكوين المهني ككل وكيف يجب أن نقرب البكالة التنسية للتكوين المهني الميدان الفلاحي والقطاع الفلاحي ومن جهته شدد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمن على أهمية تجديد منظومة التكوين المهني في القطاع الفلاحي ودعا إلى ضرورة القطع مع تصور القديم الذي يهمش المهن الفلاحية والعمل على تثمينها وتشجيع الفلاحين الشبان على تبني ثقافة المبادرة الفردية ومواكبة التكنولوجيات الحديثة إدخال الابتكار، إدخال العلوم، إدخال تكنولوجيات الحديثة إدخال المبادرة الفردية، إدخال ثقافة المبادرة الفردية عند الشباب الذين يدرسون في مدارس التكوين المهني إدخال منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تستجيب بطريقة واضحة وكاملة للقطاع الفلاحي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب أقر بأن عروض التربصات والتكوين الواردة على وزارة الفلاحة في مجال البيداغوجيا والمنهجية منعدمة تماماً وطالب وزارة التكوين المهني والتشغيل بتشريك مكوين المحرد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر في التربصات بالداخل والخارج في المجالات الحيوية هيكلة المركز هذه خلق روح جديدة فيها ولكن هي التكوين والرشاد قديم في تونس وموجود ولكن بتعبط حال نحن اليوم زينا نعمل نقلة نوعية في هالقطاع هذا هذاك عليش نحن بحاجة إلى معناها تكاف الفرص الكل وتكاف الجهود الكل باش الناس كل نتعاونوا على هالمجهود هذه إذي الندو انتظمت ببادرة من وكيلة الإرشاد والتكوين الفلاحي بالتعاون مع الوكيلة الألمانية للتعاون الفني ومنظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة ومكتب التعاون الفني سويسري والوكيلة الفرنسية للتنمية في مجلس نواب الشعب استمعت عشية اليوم لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين إلى كل من الرابط التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بخصوص وضعية السجينات في السجون التونسية أفاد متدخلون في لجنة المرأة أن عدد السجينات في تونس يبلغ 583 سجينات أغلبهن في سجن النساء بمنوبة والبقية موازعات على الأجنح الخاصة بالنساء في مختلف السجون المدنية بالبلاد سجينات أكد ممثلون عن الرابط التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنهن تواجهن عديد الصعوبات السالبة لأبسط حقوقهن خاصة منهن الحوامل والقصيرات عنا وضعية الإصلاحية بالمغيرة ما تلقاش الإطار الكفء الإطار المختص الطبي اللي يكون عن قرب البنات هذي كإطار كبسيكياتر فهما بسيكولوج لكن يجب بسيكياتر يجب أن يبشر البنات هذوم اللي هم راهم من 13 سنة حتى الـ 18 سنة غير النهار الاكتظاظ ما زال هو سيد الموقف كثير من الخدمات ما زالت محدودة ودون حتى المعايير التصرفات متع بعض أعوان أنفاذ القانون أحيانا تكون غير متابقة للقانون وغير متابقة المعايير ويكون فيه اعتداء لفظي أو حتى بدني في بعض الحالات وأفادت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن الانتهاكات التي تم تسجيلها في حق المرأة السجينة تعود في الأصل إلى السياسة الجزائية التي يقع تنفيذها ضد السجناء في تونس عنا قانون المنظم للسجون يحتاج إلى مراجعة لأنه فيه عديد من الثغرات خاصة في المنظومة العقابية فيه كثير من الامتيازات لكن المكثرها مش مفعلة بالنسبة للمرأة هناك قانون خاص يهم المرأة الحامل كذلك على مستوى الواقع القيناء اللي ما فماش يعني تجسيد كما رأته كما القوانين عنا نصوص موجودة ومنصوص عليها لكن غير منفعلة كما العقوبات البديلة يلزم زادة التفكير فعليا في العقوبات البديلة أو الإجراءات البديلة اللي نتفادى ومن خلالها يدعى المواطن أو المتهم المشبه به في السجن وخاصة كي تبدأ فيه عقوبات مع أنت قصيرة المدين وتأمل منظمات المجتمع المدني أن تبادل لجنة المرأة في إصلاح وضع المرأة السجينة في البلاد الاستماع اليوم يمكننا من تعرف أكثر على وضعية السجينات في السجون التونسية حتى نتمكننا القيام بتقرير وتوصيات مهمة واستدعاء فيها بعض الجهات لا علاقة كوزارة العادلة أو وزارة الدقيلية للمساهمة في تحسين وضع السجينات التونسية ويذكر أن جلسة الاستماع هذه إنعقدت إثل الزيارة المنظمة التي أدتها لجنة المرأة إلى سجن النساء بمنهباء قال المشرفون على الملتقى الوطني الليبي في مؤتمر صحفي إن أولى الجلسات التشورية مع مختلف مكونات الطيف المجتمعي الرسمي والشعبي الليبي أفضت إلى اتفاق الليبيين على عدة نقاط من بينها الحاجة إلى دولة قوية ولا مركزية المسار التشوري للملتقى الوطني الليبي الذي يتمثل في عقد سلسلة من الاجتماعات المفتوحة مع مختلف الفاعلين وشخصية المؤثرة في ليبيا وتحت رقابة الرأي العام المحلي يقول الساهرون عليه من مركز الحوار الإنساني إنه سيفضي بالنهاية إلى التواصل إلى حل دائم ينهي الأزمة القائمة في ليبيا منذ سنوات دورنا كمركز الحوار الإنساني دورا تيسيريا أكثر منه يعني منخرطا في تفاصيل التوصيات التي يقدمها الليبي لأن هذه المبادرة تعنى بالرأي الليبي الليبي وتقيم الناس لما يمرون به وكيف يرون المخرج من الظروف الحالية المسار التشوري للملتقى الليبي الذي لا يعد وفق القائمين عليه بديلا على مسارات الانتخابية والدستورية وتعديل الاتفاق السياسي أفضت أولى اجتماعاته إلى توافق مختلف مكونات الطيف المجتمعي الرسمي والشعبي على عدة نقاط من بينها ضرورة إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي والحاجة إلى دولة قوية ودولة لا مركزية اتفقوا على ضرورة أن تكون دولة دولة قوية وأن تكون مؤسسة عسكرية مؤسسة موحدة واتفقوا على أن المطلب الأمني هو مطلب اجتماعي أساسي وضرورة اجتماعية ملحة تقتضي معالجة ظاهرة انتشار السلاح المسار التشاوري للملتق الليبي الذي لم تخلص اجتماعاته الأولى أيضاً إلى اتفاق الليبي نحيل تحديد شروط الموضوعية وأجندة الزمنية للقيامة بالعملية الانتخابية والذي تستمر فعالياته إلى غاية جويله القادم يعتبر القائمون عليه أن مخرجاته ستكون أقرباً لما يعتبره الليبيون ضروري لبلدهم فقدت اليوم ساحة الفكرية والثقافية الباحثة والأستاذ الجامعي الدكتور كمال عمران الفقيد ولد في الثامن عشر من جنف سنة أحداً وخمسين وتسعمائة وألف حيث زول تعليمه بمعهد باردو وتحصل على الأستاذية من دار المعلمين العليا بتونس ثم شهادة التبريس سنة أحداً وثمانين وتسعمائة وألف كما أحرز الفقيد على شهادة الدكتوراه وهو أستاذ تعليم عالي منذ أواخر التسعينات الفقيد كمال عمران صاحب المؤلفات وصاحب مسيرة المهنية ثارية حيث تقلد عديد المسؤوليات منها مستشار بوزارة التعليم العالي ومدير للمعهد الأعلى للتوفيق ومدير عام للقنوات الإذاعية بتونس وزير الشؤون الدينية كما كان عضواً بالمجلس الأعلى الإسلامي وبالمجلس الأعلى للثقافة وبالمجلس التنفيذي لليونسكو ومن أعماله الأدبية الأنسان ومصيره في الفكر العربي الإسلامي الحديث ومداخل إلى الثقافة ومذكرات الشاب رحم الله الفقيد وأسكنه فراديس جنانه في أخبار رياضة أعلن المدرب الوطني نبيل معلول عبر الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم عن القائمة الموسعة للعبين الذين سيخوضون التربس القادم للمنتخب استعداداً لمونديال روسيا قائمة ضمت 29 لاعباً وشهدت عودة بعض العناصر المتألقة في الفترة الحالية مع أنديتها مقابل استغناء عن عناصر أخرى بقائمة تضم 29 لاعباً ينشطوا 21 منهم بالبطولات الأجنبية سيدخل المنتخب الوطني لكرة القدم المنعرج الأخير من تحذيراته لمونديالي روسيا المدرب نبيل معلول اختار دعوة أغلب العناصر التي خاضت التربس الفارط محافظاً على أيمن المثلوثي ومعزب شريفية وفاروق بن مصطفى ومعز حسان في حراسة المرمى وفي الخط الخلفي بلغ عدد المدافعين عشر مع تجيل عودة بلال المحسن محترف داندي ونازد الأسكتلندي إلى جانب العناصر التسعة الاعتيادية كيسين مرياح وصيان بن يوسف وعلي معلول وحمد النجاس وبالنسبة لوسط الميدان فقد وجه معلول الدعوة إلى ركائز المنتخب كأمين بن عمر وفرجاني ساسي وليس السخيري مع عودة محمد وائل العربي وكريم العريبي لاعب تيزين الإيطالي وتعافي غيلان الشعلالي من الإصابة في المقابل وقع الاستغناء عن خدمات عدد من اللاعبين أبرزهم كريم العواذي وغازي العيدي أما في خط الهجوم فإصابة كل من يوسف المساكني وطهي سين الخنيسي حتمت على الناخب الوطني إجراء بعض التغييرات من خلال إعادة لاعب اتحاد جد السعودي أحمد العكيشي وصابر خليفة المتألق مع النادي الإفريقي فيما خلت قائمة بقية المهاجمين من المفاجآت بضمها لأسماء اقتلعت أماكنها ضمن النخبة الوطنية على غرار وهب الخزر ونعيم الستي وإنيس البدري هذا وانطلقت تحذيرات المنتخب منذ يوم أمس في تربص بتونس يتواصل حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعد السفر إلى البرتغال لمواجهة المنتخب البرتغالي وديا في الثامن والعشرين من ماي الحالي بمدينة برقا في حين سيحدد المدرب الوطني في الرابع من جوان مقبل القائمة النهائية لللاعبين الذين سيشاركون في المونديال والتي ستضم ثلاثة وعشرين لاعبا يخوذ الترجي أرياضي مساء غد بداية من الثامن ثاني مبارياته ضمن المجموعة الأولى من كأس رابطة الأبطال الإفريقية إذ يستضي فريق بابسويقا نادي تاونشيب البوتسواني في لقاء سيقام بملعب رادس ولحساب المجموعة الرابعة يلاقي النجم السحلي بعد غد الأربعة بملعب سوسة الأولمبي فريق زيسكو يونيتد الزامبي انتلاقا من الثامنة ليلا إثرى الاجتماع الذي دار صباح اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم فقد تقرر أن يكون الملعب الأولمبي برادس مصرحا لمبارات الفاصلة من أجل مكان بالرابط المحترف الأولى والتي ستجمع اتحاد بن جردان وقواف القفصة يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة العشر ليلا كما سيقع السماح بحضور خمسمائة محب من كل فريق فيما سيكون اتحاد بن جردان الفريق المستضيف وفق ما أفرزته عملية القرعاء ومن الرياضة إلى جزيرة الأحلام جربة حيث يواصل المجتمع المدني بجزيرة الأحلام جهوده من أجل تكثيف الدعم بما يخدم ملف إدراج جزيرة الأحلام ضمن لائحة التراث العالمي وفي هذا الإطار تم تنظيم ملتقاء لفائدة الجالية التونسية بباريس لتحسيسهم بأهمية هذا المشروع وكسب مزيد من الدعم والمساندة خطوة أخرى يتقدم بها المجتمع المدني بجربة للدفع بملف إدراج جزيرة الأحلام ضمن التراث العالمي خطوة لتحسيس الجالية المقيمة بباريس من أصيلي جربة بأهمية هذا المشروع وضرورة الانخراط فيه ودعمه قدموا باش نخاطبوا طبعا الجالية التونسية والجربية اللي موجودة في باريس وليتشوفوا معنا عددها حقية معناها يبشر بكل خير وباش نتوجهوا لهم اليوم بنفس الخطاب اللي توجهني به معنا للمواطنين في جربة حتى يفهموا ما هي هذا المشروع الأهداف من خلاله سفير تونس لدى منظمة اليونسكو غازي لغرار وعلى همش حضوره هذه التظاهرة أكد أن ملف جزيرة جربة يملك حضوظا وافرة هو ملف جربة ملف هام عنده كل الحضوظ بشيفضي إلى الترسيم ولكن القاعدة في اليونسكو لما تكون الدولة عضو في لجنة التراث لا يقع ترسيم ملفاتها هي ونحن نغادر لجنة التراث عضوية لجنة التراث سنة 2019 مباشرة بعد ذلك سيعرض ملف جربة على الدراسة من هنا من بريز عدد كبير من الجالية التونسية وخاصة من أبناء جزيرة جربة ووجوه فنية ونشطاء بالمجتمع المدني أعلنوا مواصلة دعمهم لملف الجزيرة بما يخدم تحقيق هدف إدراجها بالتراث العالمي كل جمعيات في جربة في تونس في فرنسا مطالبين بيقدموا يدى مساعدة لهذا المشروع وهذا ما هي إلى البداية نحن منعزمين بيش نواسطوا هذا المشروع لتحقيق الهدف إدراج ممتلك ثقافي جوات الشريف واعتراف بالقيمة العالمية الاستثنائية للتراث البلاد التونسية بصفة عامة نحاول بقدر من نجم أن نعاون في هذا المشروع هذا المشروع هو بيش يخلي كل شيء يقدم عالي هو الاقتصاد والتغيز وإننا نحن نحافظه على جربة جربة على أعتاب التراث العالمي حلم انطلق منذ سنوات وما زالت المسيرة متواصلة لتحقيق هذا المشروع بدعم نشطاء المجتمع المدني ومسندة أبناء الجزيرة في تونس والخارج التي فحمدي للتلفز الوطنية باريز ختام النشر مشاهدين وهذا تذكير بأبرز عنوينها رئيس الجمهورية يعلن أن تغيير الحكومة ليس موضوع الشماع الموقعين على وثيقة قرطاج ويؤكد ضرورة الاتفاق على السياسة الواجب تطبيقها والنظر في المؤهل أكثر لتنفيذها عشرة الشهداء الفلسطينيين في غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي تزامناً مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس تقنيات مالية حديثة في قمة أفريقية هي الأولى من نوعها للبنوك تمكن من التحفيز على النمو وتسهل التعامل بين الفاعلين الاقتصاديين ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزاء التونسية شكراً على المتابع والاهتمام للقاء اشتركوا في القناة